اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في خطوات تحويل الدوائر العملية بنقول اقرأ السؤال جيدا لانه غالبا بيطلب منك اضافة عنصر الى الدائرة مثل اضافة سماعة في الخارج او اضافة دائرة تغذية بموحدين او اربع موحدات وفي الغالب برضو او ممكن يكون في بعض الدوائر بيبقى فيه عنصر في الدائرة بيكتب لك الرمز بتاعه خلاص وفيه ملحوظة كده في السؤال يقول لك خد بالك ان العنصر دوت عبارة عن كذا يعني مثلا بيبقى فيه مقاومة مكتوب عليها الرمز بتاعها بي واحد مثلا ففي السؤال يقول لك علما بان بي واحد دي مقاومة ضبط فناخد بالنا ونقرأ السؤال كويس او الخطوة الثانية بيتم تحديد اطراف التغذية الطرف الموجب والطرف السالب ويتم تظليل الشريحتين بلونين مختلفين يعني مثلا شريحة الطرف الموجب نلونها بلون احمر والشريحة الثانية بتاعة الطرف السالب نلونها بلون اخر مختلف زي اللون الاخضر مثلا ولو ما معاكش الوان مفيش مشكلة ممكن انت تظليلها طبعا في ورقة الاسئلة بقلم جاف وقلم رصاص بحيث ان انت تفرق الشريحتين عن بعد عشان لما تيجي تحول الدايرة ما تتلخبطش يبقى العنصر اللي متوصل مع الشريحة اللي باللون الاحمر مثلا يبقى دوت رايح للموجب يبقى انت على طول اول ما تشوف العنصر سواء كانت مقاومة او مكاسف او ترانزيستور طرف بتاعه متوصل بالشريحة اللي انت لو انتهى بلون احمر يبقى ديت على طول طلعة للطرف الموجب والشريحة التانية اللي احنا هنلونها بلون اخضر وزي ما قلت لو انت معكش الوان ممكن تلونها بقلم رصاص مش هجرة حاجة فلما تيجي تبص وانت بتحول الدايرة العنصر اللي هتلاقيه متوصل بالشريحة اللي انت لو انتهى باللون التاني اللي هي اذا كانت اخضر بقى مثلا يبقى انت على طول هتعرف ان الطرف دوت بتاع المقاومة او بتاع المكاسف ده متوصل ورايح للطرف السليب على طول فمش هتطلق بقى ما بينهم الخطوة اللي بعدها بيتم تحديد اطراف الدخل والخرج مع مراعاة رسم دخل الدائرة على اليسار وخرج الدائرة على اليمين الخطوة اللي بعدها نكون بتحديد العناصر الاساسية في الدائرة مثل الترانزستورات والدوائر المتكاملة واماكنها يعني انت لما تيجي تبصي في الدائرة اللي انت هتحولها بتدور على العناصر الاساسية فيها فيها ترانزستورات ولا فيها دائرة متكاملة IC يعني وبعد كده بنحدد نوع الترانزستورات هل هي NBN ولا BNB وحدد اماكنها في الدائرة يعني ايه؟ يعني طرف الداخل لو الدائرة عندك مثلا فيها ترانزستور وفيها IC طرف الداخل رايح لمين؟ رايح للترانزستور ولا للإي سي والخرج هيبقى جاي من اين؟ من الترانزستور ولا من الإي سي ليه؟ علشان تعرف ترتيبهم في الدائرة يعني من ايه اللي هيترسم على اليسار ومن ايه اللي هيترسم على اليمين ده بالنسبة ليه العناصر الاساسية زي ما قلت اذا كانت ترانزستورات او دوائر متكاملة لان في بعض الدوائر بيبقى فيها ترانزيستور وفيها دايرة متكاملة والدايرة طبعا في الدايرة العملية زي ما انتم عارفين بتبقى متدخلة مع بعضها شوية في الدايرة العملية فلازم ان انت تاخد بالك كويس قوي أنهي عنصر المتوصل مع الداخل هل هو الترانزيستور ولا الدايرة المتكاملة وإذا كانت ترانزيستورات يعني مش رانزيستور واحد أنهي ترانزيستور المتوصل مع الداخل عشان تقدر تحدده وترسمه في مكانه الصحيح الخطوة اللي بعدها نكون بتحديد نوع الترانزيستور زي ما قلنا إذا كان المشاعر اللي هو طرف E متصل بالسالب فترانزيستور هنا هيكون عبارة عن إيه نوعه NPN يعني السهم بتاع الترانزيستور يترسم للخارج زي ما قدامنا كده بالشكل ده طيب إذا كان المشاعر اللي هو E متصل بالطرف الموجب في الدائرة فترانزيستور هنا في الحالة ديت هيكون نوعه BNP ونرسم اتجاه السهم للداخل زي ما هو باين قدامنا كده على الشاشة يبقى الترانزيستور ده كده نوعه ايه BNP الخطوة اللي بعديها فيه نوع تاني من الترانزيستورات اسمه ترانزيستور تأثير المجال أو ترانزيستور FIT ده بيتكتب على أطرافه في الدائرة العملية D و S و G يعني الترانزيستور ال NPN اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه أطرافه زي ما انتم عارفين يبقى اسمها ايه C اللي هو طرف المجمع و E اللي هو طرف المشاع و B اللي هي طرف القعدة لكن ترانزيستور تأثير المجال بيتبقى أطرافه مكتوب عليها ايه D و D اللي هو بدل المجمع اللي هو الطرف الدرين وال S اللي هو السورس هيبقى تحت هيبقى طرف مين بدل المشاع وال G اللي هي البوابة بتاعت الترانزيستور و شكل الترانزيستور طبعا في الدائرة النظرية يبقى بالشكل ده قدام الخطوة اللي بعديها بنقوم بترقيم أطراف الدايرة المتكاملة ال I C على الدايرة العملية بالترتيب يعني ايه الدايرة العملية طبعا ال I C اللي بقى موجود عليها زي ما انتم عارفين برضو بيبقى في دليل أو علامة كده بتبقى بجوار الرقم واحد ال I C طبعا بيتبقى أطرافها كتير فهو بيحدد لك الطرف رقم واحد احنا بقى بنرقم الباقي يبقى من رقم واحد اللي بعده يبقى 2-3-4 وانت ماشي وفي اتجاه عكس عقارب الساعة وبعد ما بنحددها لما بنيجي نرسمها بقى في الدائرة النظرية بيراعة ترتيب الأطراف حسب التوصيل يعني لما بنيجي نرسم ال I C في الدائرة النظرية ما بنرتبش الأطراف بتاعتها بالترتيب يعني مش واحد اتنين ثلاثة اربعة لا بنرتبها على حسب التوصيل يعني الطرف اللي يبقى متوصل بالدخل بنوصله ناحية اليسار الطرف بتاع الخارج خارج ال I C يترسم ناحية اليمين الطرف اللي رايح للموجب هيترسم لأعلى الطرف اللي رايح للسالب هيترسم لأسفل مش مهم بقى التركيم هنا في الحالة دي تبقى ماشي بالترتيب الخطوة اللي بعديها بنقوم برسم العناصر الأساسية اللي هي ترانزيستور أو I C أولا يعني لما باجي حاول الدايرة مش بابدأ أرسم المقاومات لا ده أنا برسم مين العنصر الأساسي ترانزيستور مثلا هرسمه وبعد ما رسم الترانزيستور أبدأ أفرع الأطراف بتاعته ووصل معاها العناصر اللي موجودة في الداير يعني ايه طرف المجمع مثلا اللي هو السي متصل معه مقاومة وطلع للموجب يبقى أروح رسمها يبقى من طرف المجمع بعد ما أرسم الترانزيستور أشوف طرف المجمع معه مقاومة ورايحها للموجب أرسمها طرف المشاع معه مقاومة معه مكاسف ورايحها للسالب أرسمها طرف القاعدة معها ايه معها مكاومة مثلا ورايحها للموجب مكاسف ورايح للداخل يبقى أنا رسمت الأطراف العناصر اللي متوصلة مع أطراف الترانزيستور بالترتيب وبعد ما خلصتهم بعد ما خلصت الترانزيسور هلاقي نص الدايرة يعتبر خلص اتنقل بعد كده المين للعنصر التاني اللي موجود في الدايرة اذا كان فيه ترانزيسور تاني هعمل برضو نفس الحركة هرسم الترانزيسور الاول وبعدين اوصل المكاومات والمكاسفات اللي معاه واذا كان فيه دايرة متكاملة اللي هي IC هرسمها وابدأ اوصل برضو العناصر اللي متوصلة مع اطراف ال IC واحدة واحدة الخطوة اللي بعديها زي ما قلنا بنقوم برسم العناصر الاساسية اللي هي الترانزيسور وال IC ثم يتم رسم كل طرف من اطراف الترانزيسور على حدة مع العنصر المتصل بيه وكذلك اطراف ال IC خطوة اللي بعديها بنقول بنراعي توزيع العناصر بطريقة مناسبة وعدم تكدس العناصر في جزء من الدايرة وتباعدها في جزء اخر يعني بعد ما بتحول الدايرة كروكي طبعا انتو عارفين احنا نحول الدايرة بنحولها كروكي من غير مقاسات الاول علشان تعرف شكل الدايرة النظرية هيبقى ايه وبعد كده بتوزع العناصر بتاعتك على حسب الاطار المطلوب منك يعني هو مثلا في المثال اللي هنقوله دلوقتي هنرسم الدايرة في اطار 35 في 25 يبقى انت بعد ما بترسم الدايرة العملية بتبدأ ان انت توزع العناصر على حسب الاطار اللي معاك بحيث ان العناصر متبقاش مكدسة في جزء من الدايرة ومتباعدة في جزء اخر فنراعي التنصيق كويس اوي خطوة اللي بعديها بنقول بعد الانتهاء من رسم الدائرة وازالة الخطوط الزائدة يتم تظليل العناصر التي تحتاج الى تظليل مثل المكسفات السنائية اطنوات اللحام يعني وانت بترسم في عناصر بتتظلل لما نيجي نظللها ما نظللهاش وانحنا بنبتدي نرسم في البداية ليه لان انت لو ظللتها في الاول عبال ما تخلص اللوحة بتاعتك وترسمها هتلاقي التظليل اللي انت عملته ده هيوسخ اللوحة وممكن تبوزها تبقع منك ومتعرفش ان انت تمسحها بعد كده فنخلي التظليل في الاخر خطوة اللي بعديها بنراعي كتابة رموز العناصر والدخل والخرج والموجب والسالب يعني الرموز والبيانات اللي على العناصر ما ننسهاش يبقى عليها درجات طبعا بعد رسم اي عنصر ويتم تحويله يتم شطبه من الدايرة العملية يعني على وراية الاسئلة بعد ما انت رسمت العناصر كده العنصر اللي انت ترسمه بالقلم الرصاص وترح واخد عليه خط ليه؟ عشان ما تتلخبطش وتنسى عنصر وما ترسموهش في الدايرة لكن انت لما تبقى العنصر اللي انت رسمتش هتبتع عليه خلاص عمرك ما هتتلخبط والعنصر اللي انت حتى ممكن تنساه اول ما تبص على اللوحة كده هتلاقي العنصر اللي مش مشتوب هو ده اللي انت ما رسمتوهش فهتبتدي ترسمه في مكانه الصحيح نشوف بقى الدايرة اللي هنحولها مع بعض دلوقتي وانطبق الكلام اللي احنا قلناه بيقول لي في السؤال الشكل التالي يوضح الدائرة العملية لاحدى الدواير الالكترونية والمطلوب السنتاج ورسم الدائرة النظرية لهذه الدائرة داخل اطار ابعاده 35 ف 25 سنتيمتر مع اضافة دائرة تغذية بالطيار باستخدام اتنين موحد سيليكون وذات جهب مستقر شوف بقى هنا في السؤال كلام اللي انا قلته لكم في البداية ان احنا نقرأ السؤال كويس لانه ممكن يطلب حاجة ما هيش موجودة في الرسمة اللي انت بتحولها يعني هنا بيقول لي حول الدايرة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي وارسمها في اطار 35 ف 25 ثم اضف دائرة تغذية بالطيار باستخدام اتنين موحد سيليكون وذات جهد مستقر يعني هترسم دايرة التغذية كاملة وفيها زنر لتنظيم الجهن نبص كده نشوف الدايرة اللي احنا هنحولها طبعا دايرة اللي قدامنا اول خطوة طبعا زي ما قلنا بنحدد ايه الطرف الموجب والطرف السالب الدايرة كبيرة شوية بس من الدواير المهمة زي ما قلت لو جينا بصينا كده مع بعض دي دايرة طبعا مكبر الكتروني زي ما احنا شايفين فيها ترانزيستور اللي هو الرمز بتاعه هو مكتوب علي تي واحد وفيها دائرة متكاملة اي سي واحد اللي هي اللي تحتها دي وزي ما انت شايف برضو في الدخل هنا مكتوب اللي واحد اللي واحد يعني ملافة وهنا ناحية اليمين مكتوب LS وLS يعني سماعة ناخد بالنا برضو ان الرمز اللي يبقى اسمه مكتوب في الدائرة لازم ارسمه يعني اللي واحد دا ملافة يبقى انت هترسم ملافة ويتوصل بين الطرفين دول بتاع الدخل في الخارج الناحية التانية في عنصر اسمه LS وLS زي ما احنا عارفين اللي هي السماعة يبقى برضو هضيفها وهرسمها ما بين الطرفين بتاع الخارج نبدأ بقى نطبق الكلام دوت نبص كده مع بعض على الدايرة اللي احنا هنحولها اول خطوة زي ما قلنا هنبدأ نعمل ايه نحدد الطرف الموجب والطرف السالب زي ما انت شايف كده مكتوب هنا على الدايرة هو ايه موجب يبقى الشريحة دي على طول تبقى الموجب وظللها كده انا اظللها باللون الاحمر اهو عشان تبقى واضحة اه بس جات وقفت هنا هو معنى كده ان الجزء ده بس هو الموجب لا واخد بالك هنا مكتوب ايه اس واحد واس ده يعني ايه يعني مفتاح اس يعني مفتاح يبقى معنى كده ان انت برضو هترسم المفتاح هنا هو ما بين الطرفين دول طيب نبدأ نكمل التظليل بعد المفتاح تابعا ده كمان موجب اه الشريحة دي كده لحد ما الشريحة تقف هفضل اظلل لحد ما الشريحة ايه تقف معايا لحد ما تطقطع يعني يبقى الطرف ده كده كل ده كده ده تبع الطرف الموجب اظللها كده ونزلت هي تحت علشان تروح لمين لل اي سي علشان تغزي الاي سي ايه وصلت لحد الاي سي هنا ووقفت هنا طب هل الجزء ده بس هو الموجب طب ما انا فيه عندي ترانزيستور كمان والترانزيستور زي ما انت عارف لازم برضو يتوصل بجهود الانحياز ولازم يبقى فيه طرف منه طالع للموجب وفيه طرف رايح للسالب لو انت بسيت كده هتلاقي طرف المجمع اللي هو السي معه طالع فوق كده مع ب واحد و ب واحد دي مقاومة ضبط ومتوصلة فوق بالشريحة اللي فوق دي طب انت لو خدت بالك الشريحة دي جاي منين بص مع ر اربعة ومع الموجب يبقى احنا هناخد الجزء ده كمان تبع شريحة الموجب كده ليه علشان زي ما قلت تغزي الترانزيستور بالجهد الموجب كده يبقى ده كده معات الايه الموجب طب المقاومة اربعة دي هنعمل فيها ايه هتترسم على الخط بتاع الموجب فوق زي ما فيه دواير كتير رسمناها قبل كده بتبقى المقاومة دي بنسميها مقاومة تجزيء للجهد طب نشوف كده الطرف السالب طرف الارض اللي موجود في الدايرة اهو هنا مكتوب مكتوب zero وعلامة الارض فيبقى على طول الشريحة دي ايه طرف الارض بتاع الدايرة هظللها بلون اخضر علشان تبقى واضحة قدامي ومنطلخبطش بينها وبين الشريحة بتاعت الموجب وبرضه هظللها لحد ما توقف اهو وطلعت الشريحة هيت لفوق ناخد بالنا كويس قوي علشان تروح للاي سي اهو والجزء ده برضه وبعدين ما وقفتش لا ده كملت كمان شوف كل الشريحة دي تبع الطرف الارضي اهو نظلل ده كل ده كده اهو لحد ما وصلت لطرف المكسف اللي هو سي ثلات ايه وقفت هنا طب الناحية التانية بص هنا كملت برض تلعت فوق اهي كده الجزء ده تبع الارضي برضه لانها كلها شريحة واحدة متوصلة مع بعض وناخد بالنا ان الطرف السالب او الطرف الارضي بتاع الدايرة بي مر في الدايرة كلها علشان معظم العناصر بتكون متصلة مع الطرف الارضي بس وقفت لحد هنا يبقى الشريحة اللي احنا عملناها باللون الاخضر دي هي الطرف الايه الارضي وطبعا احنا لما ظللناها كده بقت واضحة قدامنا كل عنصر متوصل مع مية اللي مع اللون الاحمر يبقى متوصل بالموجب والعنصر المتوصل الطرف بتاعه مع الشريحة اللي باللون الاخضر يبقى رايح للسالب وطبعا زي ما قلنا اللي اس يعني سماعة يبقى احنا هنرسمها والل دوت يعني ملف برضو هنرسمه تعالوا بقى كده نبدأ خطوة خطوة ونرقم الاي سي الاول وبعدين نبدأ نرسم العناصر الاي سي قدامك هيت لو انت خدت بالك ادي الدليل بتاع الاي سي والرقم واحد مكتوب جنبه يبقى ده الطرف رقم واحد احنا بقى نرقم اللي بعده يبقى اللي فوقيها على طول تبقى دية اثنين اللي فوقيها تلاتة اربعة وبعدين الناحية التانية خمسة ستة سبعة تمانية هو دي واحدة هي نعيد عليها عشان تبقى باين عشان تشوفوها نبدأ بقى الكلام اللي احنا عملنا ده نبدأ نطبقه ونحطه على اللوحة ونبدأ نرسم زي ما انت شايف كده في الاول في عندك هنا ايه ادي ترانزيستور طب نرسم الترانزيستور الاول ولا نرسم الاي سي مين اللي متوصل مع الدخل ومين اللي مع الخارج طبعا الملف هو اللي مع الدخل في طرف منه متوصل مع السالب مش هنبصله هنبصل للطرف التاني بص كده رايح لفين مش كده وراح للمكاسف سي اتنين ومنه لف كده وراح لقاعدة الترانزيستور يبقى الترانزيستور هو اللي هيترسم الاول ناحية اليسار وتأكد من الناحية التانية برضو السماعة ما هي الخارج الطرف بتاعها جاي منين من المكاسف سي تسعة وجاي من الرجل رقم خمسة في الاي سي طيب يبقى انا كده هبدأ ارسم الترانزيستور ناحية الشمال والاي سي هيبقى ناحية اليمين نبدأ نعمل اطراف التغذية ادي طرف فوق وناخد بالنا ان احنا نسيب جزء علشان نرسم فيه دقيرة التغذية ما ننسهاش كده هبدأ ادي الطرف المجب وتحت دوت هيبقى الطرف الايه السالي هنرسم زي ما قولنا الترانزيستور الاول ممكن نروح رسمين خط خفيف كده في النص ممكن نرسم خط زي ما قولنا خفيف كده في النص عشان نزبط عليه العناصر وهبدأ ارسم الترانزيستور زي ما احنا شفنا كده اهو ترانزيستور دوت نوعه ايه في الطرف المشاعر لو بصيت عليه كده رايح لفين متوصل مع المقاومة R3 ورايحها للطرف السالي بيبقى الترانزيستور نوعه ايه NBN ايه دي الترانزيستور وزي ما احنا قولنا الترانزيستور نوعه NBN يبقى الساهم البرة وطرف المشاعر زي ما احنا اتفقنا متوصل مع المقاومة R3 ورايحها للساليب اهو يبقى هنزل كده وارسم المقاومة R3 واكتب اسمها على طول جنبيها ونروح على طول بالقلم الرصاص كده ونروح شط بينها من هنا طيب ده طرف المشاعر فيه حاجة تانية متوسلة مع المشاعر عشان نخلص منه على طول بص كده هتلاقي فيه هنا ايه مكسف C3 وبرده رايح للطرف الساليب واخد بالك ان ده مكسف كيميائي مكتوب عليه الموجب فوق اهي يبقى اروح راسم المكسف اهو مع المشاعر برضه ناخد سلكة كده حوالي اثنين سنتي وبعدين ننزل وارسم المكسف جنب المقاومة يبقى في نص المقاومة كده عشان يبقى فيه تناسك والمكسف ده زي ما قلنا مكسف كيميائي فبنظل للسالب بتاعه تمام والمكسف ده تقولنا اسمه ايه C3 اكتب اسمه جنب المكسف طرف القعدة بتاعت الترانزيستور اللي هي البي يمشي معاها كده R1 وطلعت فين ها الشريحة اللي باللون الاحمر يعني طلعت للطرف الموجب يبقى ارسم اهو من طرف القعدة هادي المقاومة وانزل بيها لحد طرف القعدة اسمها R1 طيب طرف القعدة معها ايه تاني انزل معها كده معاها طرف المقاومة R2 ورايحة للشريحة اللي باللون الاخضر يبقى رايحة للسالب هاشتوبها من هنا وارسامها يبقى من نفس الطرف بتاع القعدة هنزل بيها لتحت اهو ونرسم المقاومة اللي هي R2 طيب طرف القعدة معاها حاجة تاني نبص كده ادي المقاومة R2 خلصت الشريحة بتاعة القعدة كملت مشيت كده ومعاها ايه مكسف اللي هو C2 والمكسف ده اخد بالك برضو انه هو كيميائي عليه علامة موجب فوق اهي طيب نرسم المكسف اهو من طرف القعدة همشي كده واروح جاي يراسم طيب المكسف ده زي ما قلنا كيميائي يعني ليه طرف موجب وطرف سالب انهي الطرف الموجب وانهي السالب اهو بص كده ادي المكسف C2 الطرف الموجب اللي ناحية مين ناحية قعدة الترانزيسور يبقى الطرف السالب العكس ودا اللي هيتزلت ده المكسف C2 طيب نشتبه طرف المكسف C2 متوصل معه مكسف كمان اللي هو C1 ورايح لفين للشريحة اللي بلون الاخضر يعني رايح للسالب بس المكسف ده مكسف سابت مع لهوش موجب ولا سالب اهو يبقى ناخد طرف من المكسف اهو وانزل به كده ونخلي المكسف برضو وصاد العناصر المتوصلة تحت المقومات والمكسفات عشان يبقى على استقامة واحدة ده المكسف اللي هو C1 طيب في ايه كمان نمشي نكمل معاه طرف المكسف C1 ماشي كده وراح لمين طرف الملف والطرف التاني بتاع الملف مع السالب اللي هي الشريحة اللي بلون الاخضر يبقى ناخد الطرف بتاع المكسف كده مع الطرف اللي تحت اهو وهرسم الملف ونخليه كده في نص المسافة عشان يبقى شكله كويس والملف طبعا زي ما انتم عارفين هنرسمه ايه اربع انصاف دواير كده بالشكل ده ونكتب اسمه L1 طيب نبص بقى الطرف المجمع بتاع الترانزيستور اطلع معاه كده B1 العنصر الكبير ده دي مقاومة ضبط اللي هي B1 والطرف التاني بتاعها مع الموجب طيب يبقى انا هطلع كده من الترانزيستور اهو من طرف المجمع هطلع لفوق مع الموجب اهو وارح جاي يراسم المقاومة وانتم عارفين طبعا بنرسمها ازاي تبقى شكل المقاومة المتغيرة بس بدل ما بنعمل عليها سهم لا بيبقى السهم ده تبقى ايه شرطة اهي بالشكل ده بدل ما تبقى سهم تبقى شرطة كده اللي هي مقاومة الضبط ونكتب اسمها B1 طب المقاومة الضبط ديت ليها طرف تالت الطرف اللي في النص ده بيبقى هو الطرف المتغير بتاعها اللي هو السهم بتاعها ده طب ده رايح لمين مكاسف C4 اهو مشت كده مكاسف C4 ومنه رايح لمين مقاومة دي مقاومة متغيرة بقى السهم عليها هو تبقى رايحها للسابق يبقى ارسم المكاسف الاول اللي هو C4 طيب هرسمه ازاي طبعا مش معقول ان انت هتروح واخد الطرف بتاع المكاسف وترسمه فوق جنب المقاومة هنا كده لا وسع لنفسك همشي كده مثلا سنتي ولا حاجة وبعدين نازل مصاد الترانزيستور ونكتب اسم الترانزيستور اهو في ارواحي وقادي المكاسف المكاسف دوت C4 وهو مكاسف كيميائي زي ما احنا شايفين مكتوب عليه موجب فوق اهيت يبقى الموجب ناحية مين مقاومة الضبط والطرف السالب ناحية التانية يبقى السالب هو اللي هيتظلل كده طيب بعد المكاسف C4 احنا قلنا رايح لمين مقاومة المتغير ومنها للطرف السالب اهو يبقى انا هامشي كده من المكاسف وانزل عشان هرسم المكاومة المتغير هرسمها تحت قصاد المكاومات عشان هي رايحة للسالب اهو كده وارسم الطرف اللي في النص بتاعها اللي هو الطرف المتغير او السهم ممكن تاخده من النص كده على طول وترسمه كده ممكن ترسمه ميل براحتك الاتنين صح اهو لو عايزين نرسمها كده بنفس الشكل اللي عملنا به المكاومة مقاومة الضبط اللي فوق بس هنا هيبقى سهم كده وبعدين طرف بقى المتغير بتاعها دوت رايح لفين اهو امشي معا كده رايح للإي سي للرجل رقم 3 نكتب الرمز بتاعها برضو اللي هي ب واحد رحواخد الطرف ده وهروح لمين وهروح للإي سي زي ما اتفقنا طبعا مش معقول هرسم الإي سي هنا رح طالع بالطرف ده الفوق كده وبعدين اروح للإي سي طبعا وطبعا احنا عارفين الإي سي بنرسمه ازاي هي عبار عن ايه مسلس والإباعات بتاعته ممكن تبقى كام ثلاثة سنتيه في ثلاثة سنتيه والرجل ديت رقم كام زي ما قلنا الرجل رقم ثلاثة اروح كاتب على طول الرقم بتاعها عليها طيب نبدأ بقى نرسم الأطراف بتاعت الإي سي كلها لو انا بصيت هنا هلاقي من رجل رقم واحد في مكسف اللي هو سي ستة ورايح لمين للرجل رقم تمانية يبقى على طول الطرفين دول لازم يبقوا قريبين من بعض هرسمهم في الإي سي لازم يبقوا قريبين من بعض عشان احط بينهم المكسف ده ممكن ارسمهم من فوق من هنا كده طرف هنا وطرف هنا وحط المكسف بينهم وممكن اروح اواخد الطرف ده من هنا كده من على الشمال من هنا كده واطلع لفوق وارسم المكسف اهو كده بالشكل ده وبعدين ده سي ستة وهنطلع فاصل وهنكمل مع بعض بعد الفاصل ان شاء الله موسيقى وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل مع بعض الدايرة العملية اللي احنا كنا بنحولها وكنا وصلنا للمكسف سي ستة اللي متوصل مع الرجل رقم واحد والرجل رقم تمانية في الاي سي تعالوا نبص مع بعض كده تاني على الدايرة احنا وصلنا طبعا زي ما قلنا المكسف سي ستة متوصل ما بين الرجل رقم واحد والرجل رقم تمانية احنا رسمناه هنا اهو اي دي الرجل رقم واحد و اي دي الرجل رقم تمانية كده نرقم الاطراف على طول عشان ما ننساش حاجة ونقشه بالمكسف اللي هو سي ستة من الدايرة نبص كده للطرف رقم ستة هنلاقيه متوصل على طول بالشريحة اللي باللون الاحمر يعني معناه طالع للموجب يبقى روح واخد كده طرف من الاي سي واطلع به الفوق على طول للطرف الموجب يبقى دي الرجل رقم ستة ونرقمها بالشكل ده عندك الرجل رقم اثنين متوصلة بالشريحة اللي باللون الاخضر يعني معناها رايحة للسالب اهي هاخدها من هنا الجزء ده فادي ما رسمناش فيه حاجة واخد الطرف ده وتوانزل به على طول للسالب ونرقمها برضو دي الرجل رقم اثنين اثنين فيها عندي الرجل رقم اربعة كمان هي رايحة كمان للسالب متوصلة برضو مع نفس الشريحة اهي ممكن ارحو اخدها برضو بطرف تاني من هنا اهي وهنزل بيها للسالب تبقى دية الطرف رقم كام اربعة وكان ممكن اخدها من هنا من جنب الرجل رقم اثنين تبقى مع بقية المكسفات كده المكسف دوت مكسف ثابت فمش هيتظلل ونكتب الرمز بتاعه فوق ايه المكسف دوت سي سبعة سي سبعة طيب فاضل عندي احنا كده عملنا الرجل رقم واحد والرجل رقم اثنين وثلاثة واربعة وستة وسبعة وثمانية فاضل مين الرجل رقم خمسة بص كده خمسة ديت رايحة لفين يمشي معها كده كده وراحت المكسف سي تسعة ومنه للسماعة يبقى على طول الرجل خمسة ديت تترسم فين ناحية اليمين كده ليه؟ علشان هي رايحة للخرج طيب احنا اتفقنا بقى دي رايحة للسماعة طيب فيه عناصر تانية في السكة امشي معها كده قد الرجل خمسة فيه مكسف الاول اللي هو سي تمانية وتحته فيه مقاومة ر خمسة ورايحة للسالب يبقى ارسمهم الاول يبقى سي تمانية ور خمسة يبقى من الرجل خمسة كده هنزل ارسم المكسف الاول وبعدين المقاومة نازلة رايحة للسالب اهو ونكتب ساميهم المكسف سي تمانية والمقاومة خمسة طيب نشوف فاضل ايه كمان امشي مع الرجل خمسة كده فيه عندك ايه المكسف سي تسعة ومنه رايح لمين اللي هي السماعة هنمشي كده ممكن نحط المكسف انه هو طالما فيه مكان عندي لسه مزنقش الدنيا سي تسعة سي تسعة والمكسف ده مكسف كيميائي زي ما احنا شايفين الطرف الموجب بتاعه هو اللي فوق الخطين دول ده الموجب الطرف السالب ناحية السماعة نظل له فاضل ايه؟ رايح للسماعة والطرف السماعة التاني مع السالب اهو ننزل بها كده ايه دي السماعة ونكتب الرمز بتاعها طبعا ما ننساش جنبيها LS طيب نبص كده هل بقى كل اللي عناصر اترسمت نقش بالمكسف سي تسعة والسماعة ترسمت فيه عندك لسه المفتاح اللي فوق وفيه المكسف سي عشر وارة اربعة وسي خمسة ما ترسموش طيب تعال نرسمهم واحدة واحدة كده المفتاح مع الطرف الموجب على طول اهو يبقى المفتاح نسيب مسافة كده ونرسم ادي الرمز بتاع المفتاح زي ما احنا عارفين دايرتين دايرة لاثنين ملي والمسافة ما بين الدواير تبقى حوالي تمانية ملي والخط اللي في النص ده طبعا لازم يتشار ونكتب برضو الرمز بتاع المفتاح اللي هو اس واحد طيب فيه عندك بعد كده المكسف اللي هو سي عشرة بعد المفتاح على طول ومتوصل بالارضي يبقى هنيجي هنا كده بعد المفتاح وانزل ارسم المكسف اهو المكسف دوت متوصل بالارضي فنروح اعمل له علامة ارضي كده والمكسف ده كيميائي نظل للسالب بتاعه ونكتب الرمز بتاعه سي عشرة واشتوبه من هنا من الداير وزي ما حطيت علامة ارضي فوق بسرعة تروح نازل على الطرف السالب اللي تحت وتروح برضو حطت علامة ايه ارضي علشان ما تنسايش العلامة دي طبعا معناها ايه معناها ان الطرف المكسف ده متوصل مع الطرف اللي تحت ده اللي عليه نفس العلامة اللي هي الارضي طيب في عندك المكاومة اللي هي اربعة متوصلة منين بعد المكاسف اهو من الطرف الموجب وكملت مع الطرف الموجب برده يعني معناها ايه شايف كده الطرف دو تنازل لمين للرجل ستة في الايسي تبقى المقاومة ديت بعد الخط ده على طول بعد الطرف اللي رايح للرجل ستة يبقى انا هاجي هنا برضو فوق كده وراح جاي راسم المقاومة على الطرف الموجب زي ما قلنا ودي مقاومة تجزيق الجهد اللي احنا قلنا عليها في الاول والخط برضو اللي ماشي جوه المقاومة ده لازم يتشاب ونكتب اسم المقاومة R4 في مكسف كمان جنبيها اللي هو C5 وده مكسف كيميائي ومتوصل برضو ما بين الطرف الموجب ورايح للطرف السالب او الارضي يبقى برضو هنرسم المكسف دوت كده من جنب المقاومة من فوق اهو وانزل بيه ونعمل له علامة ارضي زي المكسف الاولاني كده طب المكسف ده كيميائي نظل له برضو ونكتب اسمه C5 طب لو احنا بصينا كده هنلاقي كل العناصر هيت اللي احنا رسمناها ها وشطبنا عليها كلها ترسمت مفيش حاجة نقصة في الدايرة نبص بقى كده على الدايرة تاني اللي احنا حولناها بقت بالشكل ده حولنا كده الدايرة من عملية الى الدايرة الايه النظرية طب هل السؤال كده خلص لا لسه ده هو كان بيقولك في السؤال ايه اضف دايرة تغذية باستخدام اتنين موحد سيليكون مش كده يعني موحدين سيليكون طب دايرة التغذية داية احنا بنرسمها ازاي احنا طبعا في البداية احنا قلنا الاطار كله كان كام 35 في 25 سيبنا جزء تحت حوالي 7 سنتي هنرسم فيهم دايرة التغذية نبدأ كده من نفس الاطار من البداية تبدأ كده تسيب كام حوالي 25 سنتي كفاية ها ما ترسمهاش من الاول خالص من على الشمال عشان دايرة التغذية بتبقى صغيرة 25 24 سنتي كفاية او ونبدأ نسيب برضو ما بين الدايرة اللي احنا رسمناها دايرة المكبر ودايرة التغذية نسيب حوالي سنتي ونص كفاية وهبدأ ارسم المحول كده والمحول زي ما احنا عارفين ملف ابتدائي وملف ثانوي او الشكل دا ادي الملف الابتدائي وبعدين الملف الثانوي جنبه والمسافة اللي بينهم طبعا ما ننساش نرسم القلب بتاع المحول وطبعا الداخل هنا بيبقى 220 فولت متغير المواحدين بقى مواحد فوق ومواحد على الطرف اللي تحت ادي المواحد الاولاني وتحت المواحد الثاني زي بالزبطة هوا وبعدين نوصل المواحدين مع بعض ممكن ااخد من الطرف اللي في النص بقى كده ده الطرف الارضي ده اللي هينزل للطرف الارضي او الطرف السالب تحت واللي على اليمين ده هيبقى هو الطرف الايه الموجب اه ادي الطرف السالب الطرف الموجب دوت زي ما احنا عارفين دايرة التغذية هيا بنبدأ نرسم ايه مكسف الاول اللي هي دايرة التنعيم عبارة عن مكسفين ومقاومة هذه المكسف الاولاني وبعدين نرسم المقاومة على التوالي كده وبعدها نرسم المكسف التاني مكسف برضو كيميائي وبعدين نرسم زينار عشان هو قلي زيت جهد مستقر والزينار زي ما احنا عارفين زي الموحد بس طبعا الكاسود بتاعه نعمله شرطة لتحت كده الشكل ده ونظلله ونكتب اسمه جنبه او الرمز بتاعه زيد دي واحد والمقاومات اخر مقاومة في الدايرة فوق كانت R5 ممكن نرقم اللي تحت تبقى R6 بعدها المكسفات اخر مكسف فوق كان C10 ممكن نرقم اللي تحت ويبقى بعديها يبقى C11 C12 وC12 والموحدات طبعا ما ننساش نرقمهم دي واحد ودي اثنين اوصل بقى الطرف الموجب بتاع دايرة التغذية مع الطرف الموجب فوق مع دايرة المكبر اهو كده والطرف السالب اللي تحت طبعا ممكن نعمل له علامة الارض يعني معناه ان هو متوصل برضو مع الطرف الايه السالب اللي فوق لو في خط زيادة ممكن نشيله يعني ممكن الجزء دا كده الخط دا مش عايزينه مش متوصل معها حاجة واحنا خلاص عملنا له علامة الارض وبرضو الجزء اللي تحت الخط الصغير اللي تحت دا برضو نفس الكلام كده الدايرة قدامنا هوت احنا حولناها كاملة دا يعتبر نموذج لامتحان زي امتحان بتاع اخر السنة اللي بيجي لك بالزر دايرة بتكون دايرة مكبر زي كده دايرة كبيرة بقول لك حولها وضيف لها دايرة تغذية وطبعا برضو عشان نبقى عارفين دايرة تغذية متعددة وممكن تبقى دايرة تغذية باستخدام اربع موحدات مش باستخدام موحدين بس ويمكن كنت شرحتها في حلقات سابقة واخدنا كذا دايرة من الدواري المهمة برضو ولو في حد من ولادنا ما شافش الحلقات داية ممكن يشوفها على اليوتيوب على القناة بتاعتنا قناة مصر للتعليم الفني هيلاقيها على اليوتيوب وهيلاقي الحلقات وهيلاقي الحلقات كلها موجودة طبعا نبص كده على اللاب نبص على الشاشة الدايرة بقى اللي احنا حولناها قدامنا هي هتبقى قدامك بالشكل دوت بعد ما تترسم بعد ما تترسم بالأدوات وتراعي زي ما قلت التنصيق في الدايرة بحيث تاخد درجة كبيرة طيب لو جينا بصينا بقى كده الرسومات اللي انا قلت عليها المهمة اللي احنا حولناها قبل كده انا برضو كنت هتتهالكو هنا هوت علشان نبقى نبص عليها دي فكرة برضو كنا اخدناها في الكتاب من التمارين صفحة مية وكانت دايرة المكبر هنا معاها دايرة تغذية لو بصينا كده هنلاقي دايرة التغذية موجودة قدامنا قادي الـ IC اهوة اللي في النص و قادي دايرة التغذية اللي انا حددتها قدامكم دي فناخد بالنا من الدوائر اللي تبقى بالشكل دا الجزء اللي فيه دايرة التغذية دا طبعا دي دايرة التغذية باربعة موحدات ومعاها مكسفين اللي هم C9 و C10 و R8 دول طبعا بيترسموا تحت الدايرة زي الدايرة اللي احنا لسه رسميها وبعد كده برسم دايرة المكبر اهي تبقى بالشكل دا فيه دايرة تانية برضو من الدواير المهمة كنا حولناها برضو في الحلقات اللي فاتت دي دايرة مزبذب صفحة 125 و قادي الحل بتاعها و برضو هنا كان بيقول لي ضيف لها دايرة تغذية باربع موحدات كنتر التوحيد يعني والدايرة اللي ف صفحة 129 دي دايرة مكبر برضو فيها ترانزيسور و فيها IC ادي الحل بتاعها انا عايزكم تراجع على الدواير ديت النهاردة ان شاء الله وتحاولوا ان انتم ترسموها وتحاولوها بايديكم و دايرة مهمة برضو صفحة 144 ديت من الدواير المهمة دي من التمارين و دا الحل بتاعها برضو حولنا الدايرة و ضيفنا دايرة تغذية متهيقلي النهاردة عملنا مراجعة كده سريعة و عرفنا ازاي نحول الدايرة العملية و ما نخافش لما نيجي نحول اي دايرة حتى لو دايرة انت مشفتهاش قبل كده او ما حولتهاش امشي بالخطوات اللي احنا شرحناها النهاردة و امشي بالترتيب واحدة واحدة هتلاقي الدايرة مهما كانت كبيرة هتقدر ان انت تحولها و ان شاء الله ربنا يوفقكم و بتمنى لكم تجيبوا اعلى الدرجات و اشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة باذن الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشوفكم بتنمينا مع بعضينا بتنمي فينا معلوماتنا على الهوى دورس يومية للابتدائية والسنوية على الهوى دورس يومية للابتدائية والسنوية فرحتينا بتعلينا وبتخديدنا دايما تقتين ولدنا مدرس على الهوى مدرس على الهوى مدرس على الهوى مدرس على الهوى